موسيقى الحمد لله جواب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين وبعد فقديما قالوا الوقاية خير من العلاج ولكن في بعض النوائب وبعض الأمراض التي لم يكن قد ظهى لها علاج تكون الوقاية هي العلاج وفيما يتصل بانتشار فيأسكرون العالمي يؤكد الخباء الصحيون أن الوقاية هي العلاج نفسه ولا يستخفن أحد بالداء فإنه عضال وألمه عنيف حتى لنندم حين لينفع الندم على حد قول القائل ولقد نصحتهم بمنعاج اللواء فلم يستبين النصحة إلا ضحى غلي فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أي لا يعرف قيمة كل منهما كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والصحة نعمة من نعم الله تستحق الشك وتستحق المحافظة عليها فالحظى الحظى النجاء النجاء وقديما قالوا أنج سعد فقد هلك سعيد وقالوا السعيد من وعز بغيره أي من أخذ العزة بما أصاب غيره كأن يعود إلى الله عندما يموت له زميل أو صديق أو يأخذ مزيدا من الحذر عندما يصاب إنسان بداء أو بعدوى أو بنحو ذلك السعيد من انتبه وأخذ العزة بما أصاب غيره والشقي من وعز بنفسه ومعنى الشقي من وعز بنفسه أي أنه ظل في غفله حتى أصابه ما أصابه من الداء وقد قالوا صديقك الحق من صدقك لا من صدقك ومن أخلص لك النصيحة وأحب لك ما يحب لنفسه وكاره لك ما يكاه لنفسه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقاه له ما يقاه لنفسه وقد قالوا أيضا إن الرائد لا يكذب أهله وهكذا المؤسسات الوطنية والعلمية لا يمكن أن تكذب أهلها ولا أن تغش أحدا ومن هنا فإن اتباع التوجيهات التي تصدع عن الجهات المتخصصة سواء عن وزارات الصحة في الوقاية والاحتياطات والبعد عن الاختلاط والبعد عن التجمعات أما يصدع عن وزارات الأوقاف بتعليق صلاة الجمع والجماعات والصلاة في المنازل أو ما يصدع من بعض الدول من قضية حظر التجوال في أوقات معينة كل هذه التعليمات يجب أن نأخذها بمأخذ الجد وأن ندرك أن اتباع هذه التعليمات واجب ديني لأن الدين يدعونا أن نحافظ على أنفسنا وأن لا نلقي بها إلى التهلكة وأن نستجيب لأولي الأمر وهي واجب وطني لأنها في النهاية تحافظ علينا جميعا فالوطن لأبنائه جميعا وهو بهم جميعا ونحن كقوم في سفينة واحدة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مسل القائم على حدود الله والواقع فيها كمسل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما آروا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا نسأل الله العلي العظيم أن نجاء لنا جميعا لمصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته